السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم من العاصمة التاريخية لتركيا مدينة اسطنبول وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود أصبح اسم فتح الله جولا يتردد في كل وسائل الإعلام العالمية في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها أنصاره في تركيا في الخامس عشر من يوليو الماضي حيث وجه الرئيس التركي رجب الطيب أردغان وأركان حكومته لاتهام المباشر له وطلب الولايات المتحدة التي يقيم فيها جولا منذ العام 1999 بتسليمه وسعيا منا للتعرف على فتح الله جولا وجماعته وحقيقته نلتق اليوم مع كاتب سيرته الذاتية وأقرب تلامزته السابقين إليه الذي لازمه أكثر من أربعين عاما وكان ينظر إليه على أنه نائبه الأول وخليفته المرتقب لكنه انشق عليه وعلى جماعته في العام 2009 بعدما اكتشف حقيقة الرجل وجماعته وما يدعو إليه ضيفنا هو السيد لطيف أردغان وهو بالمناسبة لا يمت بأي صلة قرابة مع الرئيس التركي ولكنه تشابهم في الأسماء ولد لطيف أردغان في أوشاق غرب تركيا عام 1956 أنهى دراسته الابتدائية في العام 1967 وهو نفس العام الذي تعرف فيه على فتح الله جولا ولازمه بعد ذلك ما يقرب من 45 عاما وكان ينظر إليه على أنه خليفته تخرج في معهد الدراسات الإسلامية في إزمير عام 1978 أسس وقف الصحفيين والكتاب الأتراك عام 1994 وهو الوقف الأكثر أهمية في الدفاع عن فتح الله جولا ونشر فكره وكتبه وقد رأس أردغان مجلس إدارة هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات كان أحد مؤسسي صحيفة زمان لسان حال جماعة جولا وكان يكتب فيها عمودا باسم شمس الدين نوري كان يزور جولا بشكل منتظم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية ويتلقى تعاليمه لنقلها للجماعة التي كانت تنظر إليه على أنه خليفته المرتقب كما أنه كان أكثر تأثيرا على الحضور في اجتماعات جمع الإعانات المالية للجماعة وفي العام الف وتسعمائة وأربعة وتسعين كتب سيرة جولا الذاتية في كتاب تحت عنوان دنيايا الصغيرة وهو الكتاب الذي يعتبر أول ما يتوجب على المنتمين لجماعة جولا دراسته وقراءته وقد طبع منه أكثر من مليون نسخة ورغم كون لطيف أردغان أول تلامذة جولا إلا أنه كان الأكثر انتقادا له والأكثر اعتراضا على قراراته فضقت به الجماعة ذرعا فأبعدوه إلى خارج تركيا ليتولى أمر الجماعة في الأرجنتين بين عامي 2001 و2004 ثم منعوه من الكتابة في صحيفة زمان حينما بدأ ينتقد الجماعة بشكل علني في العام 2009 قرر لطيف أردغان قطع علاقته بجولا والجماعة حيث دخلوا في عداوة معه كونه يعرف الأسرار الداخلية للجماعة والتنظيم لكنه في العام 2013 بدأ يشن عليهم هجمات مباشرة ويحذر حكومة أردغان منهم وفي العام 2016 أصدر كتابه الوجه الضاحك للشيطان فتح الله جولا نحاول معه فهم شخصية فتح الله جولا وجماعته وتاريخه من الداخل سيد لطيف مرحبا بك شكرا جزيلا لك من هو هذا الرجل الغامض فتح الله جولا فتح الله جولا 1938 يلنة أردغان دوء بمدت طلبتك يبتكتن صورة أسكرية جتنش فتح الله جولا ولد عاما 38 في أردغان وبعدما أنهى دراسته ذهب للتدريس في أدرنا وبعدها انتقل إلى إزمير وقد تعرفت عليه في إزمير في العام 68 حيث كان يعمل مديرا لأحد المراكز القرآنية وفي نفس الوقت يعمل واعظا في إزمير وأهم شيء ربطنا بفتح الله جولا هو بديع الزمان سعيد النورسي حيث كان جولا يقدم نفسه للمجتمع التركي من خلال النورسي ولهذا كان يجد قبولا لدى الناس من خلال اعتماده على رسائل النورسي لسعيد النورسي لكن جولا استخدم هذا الأمر وسيلة ليكون جماعته الخاصة به حيث تخلى عن رسائل النور وبدأ يعمل من أجل جماعته في العام 71 وقد بدأ ينشر أفكاره الخاصة وسط المجموعات الصغيرة التي كانت تتبعه لكنه كان يتظاهر بأن مصدره رسائل النور التي كان يستخدمها حينما يقدم نفسه للناس في أماكن جديدة مثل الولايات المتحدة حيث كان يتظاهر بأنه من حملة رسائل النور وقد كتب هذا علي أونال بشكل واضح في كتاب أصدره عن قولين والسبب في هذا يعود لأن رسائل النور كانت تعتمد على الكتاب والسنة كمصدر أساسي ولا توجد به جملة واحدة مخالفة للقرآن والسنة هل يمكن أن تعرف المشاهدين العرب بمن هو بديع الزمان سعيد النورسي الذي استخدمه واستغل اسمه وجماعته جماعة النور فتح الله قولا ليصل بها إلى قلوب الناس بديع الزمان سعيد النورسي عالم علامة مفكر ومتنور يعرفه كل الأتراك توفي في العام 1960 حينما بلغ عمره الخمسين بدى في تفسير القرآن الكريم في رسائل سماها رسائل النور وهذا التفسير مثير جدا من خلال النتائج التي يصل إليها حيث يقدم من خلال هذا التفسير كل شيء يحتاجه الإنسان في هذا العصر كما أن هذا التفسير يحتوي على جوانب معرفية وإيمانية وكذلك جوانب من الحكمة وقد كان لبديع الزمان سعيد النورسي حضور وقوة روحية ينجذب الناس من خلالها إليه لكن فتح الله قولا ليس لديه هذه القوة وهذا الحضور لذلك قام باستثمار قوة رسائل النور وما فيها لجذب الناس إليه لكنه حينما انتقل للإقامة في الولايات المتحدة انتهت صلته برسائل النور فضعفت علاقته بالمجتمع التركي ما الذي جذبك في البداية إلى فتح الله قولا وجعلك أقرب تلاميزته إليه كستانا بازارا أدويرلان أنا كنت طالبا في جمعية تنشيئة الطلب المعروفة باسم سوق الكستانا وقد تعرفت على فتح الله قولا من خلالها سنة كم؟ 1968 بابا أم بر يشين دي في ثمانية وستين وكان عمري وقتها أحد عشر عاما وقد أحبني وأحببته في هذه المرحلة حيث كان أستاذي وكنت أقرب الطلبة إليه لكني كنت طالبا جريئا فرغم حبي له كنت أنتقد السلوكيات التي أرى أنها خاطئة ماذا انتقدت في هذه الفترة؟ ما الأمور السيئة التي رأيتها في هذا السن المبكر؟ من الممكن أن تكون هذه الأخطاء فردية وشخصية في ذلك الوقت مثل استخدام العنف ضد الطلبة خلال التدريس وممارسة الضغوط على الطلاب خلال الحلقات العلمية وخلال المخيمات وقد كنت أعترض على هذه السلوكيات بشكل كبير كما كنت أبدأ اعتراضي على بعض الأطرحات التي كان يقولها في دروس الفقه والحديث ولم تكن هذه الصفة موجودة لدى باقي الطلاب وإنما كانوا يعتبرون أن كل ما يقوله الأستاذ هو الصحيح لكني كنت مختلفا عنه لكن أنت كنت تنتقده كيف يقرب إليه من ينتقده؟ عادة الأستاذ يقربون من ينافقهم وليس من ينتقدهم كان يقول دائما إنه يرى لدي استعدادا وقابلية للقيادة حتى أنه كان يقول كثيرا إن لطيف أردوغان من يستطيع أن يؤسس جماعة منفردة لو أراد ولكنه تكرما منه إن ضم إلينا من صغري كان يكرر هذا الكلام ربما ليأسرني به كما أن انتقاداتي له كانت من أجل الحقيقة كما أني كنت ألتزم الأدب في نقدي ولذلك كان يتقبلها ولم يكن يبدي انزعاجا مني متى بدأ تأسيس الجماعة؟ المرحلة الأولى للجماعة كان بين عامي 68 إلى 71 من خلال المخيمات الصيفية حيث كان الطلاب يبقون في المخيمات الصيفية ثلاثة أشهر خلال الصيف كان جولن خلالها يدرسهم القرآن ورسائل النور هذا كان سؤالي لك هل النظام العلماني الذي كان يحارب الدين في ذلك الوقت كان يسمح لشيخ إسلامي أن يقيم مخيمات وأن يجمع الطلبة ويدرسهم في رسائل النور ويدرسهم القرآن هكذا دون أن يلاحقه؟ الآن فهمنا كل هذه الأمور لقد عدت إلى دراسة حياة جولن مرة أخرى بعد الأحداث الأخيرة وأدركت أن غض الطرف عن الجماعة في تلك المرحلة كان ضمن مخطط النظام العلماني الحاكم لتأسيس الجماعة والتحالف معها حيث أصبح للجماعة فروع في كل دول العالم تقريبا وأدركت الآن أنه كانت هناك علاقة خفية بين جولن والنظام العلماني كانت تسمح له بإقامة هذه المخيمات دون أي ملاحقة يعني حينما بدأ جولن تأسيس جماعته أسسها بتحالف مع النظام العلماني الحاكم في تركيا؟ حينما ننظر إلى مسيرة الجماعة ندرك هذا كما أن انطلاق جولن من إزمير كان ضمن هذا المخطط إزمير مدينة مهمة ولم يكن جولن يستطيع أن يلتقي بهذا الكم الهائل من الطلاب إلا في إزمير كان هناك خمسة وستون ألف طالب في إزمير تم تسليمهم لجولن يعمل بينهم لذلك كل الذين يديرون الجماعة هم من الطلاب الذين التفوا حول جولن في تلك الفترة وتبعوه في إزمير قل لي لماذا إزمير وليس إزمير أو أنقرة أو أدنى أو أنطاليا أو أي مكان آخر؟ لماذا إزمير؟ إزمير مكان استراتيجي من الناحية الإسلامية والخدمات لا يوجد شخص يمكن أن يكون منافسا لجولن في إسطنبول وأنقرة كان هناك علماء ودعاة كثيرون يتحلق الناس حولهم لكن إزمير كانت خالية فأصبحت لجولن ولهذا السبب ظهر بسرعة وتحلق الناس حوله فكون جماعته دون منافسة من أحد أنت في ذلك الوقت حينما كان النظام العلماني يلاحق من يحفظون القرآن حتى سرا ألم يدر في خلدك لماذا النظام العلماني يلاحق كل من يقرأ القرآن أو رسائل بديع الزمان النورسي ثم يسمح لجولن فتح الله جولن أن يقيم المعسكرات وأن يجمع الطلاب وأن يقوم بهذا الدور الكبير ويؤسس جماعة لقد كنا صغارا في ذلك الوقت وكنا نفسر ما يجري على أنه حماية من الله لنا وحينما كنا نرى الآخرين يلاحقون كنا نعتبرهم ضحايا أما نحن فإن الله يحفظنا كما أن جولن كان يؤكد لنا على ذلك أيضا فكنا نفهم الأمر على هذا النحو لكن في العام 75 وقعت حادثة مهمة حيث كنا نقيم مخيما صيفيا في منطقة إدرميت بمحافظة بلك وكان جولن معنا لكنه غادر المعسكر وبعد مغادرته داهمنا الجنود وألقوا القبض علينا فقلت له من كل هذه الكتب التي في المخيم تخصني أنا ولا تخص أحدا آخر حتى لا أورط إخوتي الآخرين حيث كنا نعمل بصدق حكمت وصدر علي الحكم بالسجن لمدة عام لكني بعد ذلك أدركت أن جولن غادر لأنه كان يعلم بأن المعسكرة سيتم مداهمته من الجنود وبينما كان هو في بيته كنت أنا في السجن في تلك الفترة كانت قراءة رسائل النور جريمة وكل من يقبض عليه ومعه رسائل النور يحاكم وفق المادة 163 بتهمة تقويض نظام الحكم وإقامة نظام ديني في ذلك الوقت كان الجماعة لها اسمها جماعة الخدمة أم اختير اسم جماعة الخدمة فيما بعد تسمية الخدمة جاءت فيما بعد لكننا كنا نعرف في ذلك الوقت بجماعة النور ولم يكن جولن ينادى بجماعة باسمه في ذلك الوقت لكننا صرنا نعرف بجماعة الخدمة بعد ذهاب جولن للولايات المتحدة معنى ذلك أن جولن حينما أسس هذه المجموعة حسب فهمك وكلامك أنها كانت بترتيب مع النظام العلماني لا أعتقد أن جولن أسس الجماعة بترتيب مع النظام العلماني في تركيا فقط بل مع النظام الدولي الذي تديره أمريكا وإسرائيل لقد كانت وكالة الاستخبارات التركية آنذاك تتبع سي آي اي مباشرة ولهذا فإن الأوامر والترتيبات كانت تأتي من السي آي اي وكان جهاز الاستخبارات التركي يقوم بعملية الترتيب والمتابعة مع جولن بعد ذلك دخل الموساد الإسرائيلي على الخط وأصبحت الأمور تدار من قبل الطرفين هل لديك ما يثبت وسائق تثبت هذه الادعاءات الخطيرة؟ هذه أمور لا يمكن إثباتها بالوثائق ولكن جولن قال لي إنه يقدم تقريرا شهريا للولايات المتحدة أنا لا أريد أن أستبق الأحداث ولكن أنا معك فترة بفترة حتى نفهم كيف تسلسلك جماعة الفتح الله جولن أنتم في هذه الفترة في السبعينيات هل كنتم تفهمون ما هي أهداف فتح الله جولن وأهداف الجماعة؟ نعم كنا نفهم أن جولن يرفع الشعارات الإسلامية ويريد بناء دولة إسلامية في تركيا والعالم وهذا كان يقوله لكن الطريق الذي سار فيه جولن والنتيجة التي وصل إليها كانت مختلفة تماما لقد كان هناك تناقض تام بين ما كان يقوله وما وصل إليه أنتم في هذه المرحلة في فترة السبعينيات كنتم تتواجدون فقط في إزمير أن بدأت الجماعة تنتشر في المدن الأخرى؟ في بداية الأمر كان تواجدنا فقط في إزمير ولكن بعد ذلك انتشرنا وأنا بعدما أنهيت دراستي تم توظيفي في مدن تركية أخرى مختلفة حتى أنشر فكرة الجماعة كما ذهبت إلى ألمانيا أيضا من أجل تأسيس فروع للجماعة هناك وبعد العام 78 أخذنا ننتشر في المدن التركية المختلفة هل كان نشاطكم سريا أم بعلم من النظام والدولة؟ كان هناك خطاني للعمل أولا الهيكل التنظيمي للجماعة وقد كان سريا أما الجانب الآخر الظاهر للناس فقد كان علنيا مثل الجامعات والسكن الطلابي والمدارس ولكن الهيكل الأساسي للجماعة كان سريا بالطبع كيف كان يتم اختيار الأعضاء؟ في البداية كان يتم اختيار الطلاب من المدارس الحكومية والمدارس التابعة للجماعة والسكن الطلابي وكان الاختيار يقع على الطلاب المتميزين المتصفين بالذكاء والفطنة في بداية الأمر كنا نتحدث معهم ثم نقيم صداقات وبعدها يتم تقديم الدروس الخاصة بقولن والجماعة إليهم ثم أخذهم لزيارة أماكن الجماعة ثم يتم اختيار الذين يتبنون الفكر ويقتنعون به ليصبحوا كوادر عاملة في التنظيم متى بدأتم في تأسيس المدارس؟ أول المدارس كانت في إزمير في عام 76 حسب ما أظن وبعدها تم تعميم نفس النموذج على كافة المناطق في تركيا وكيف سمح لكم النظام أن تقيموا مدارس وأنتم جماعة إسلامية؟ أنا تسألت بعد ذلك عن هذا الأمر حيث كنا نعتقد أن الدولة لا تعلم فقد كنا نقدم التعليم العام ونتخفى وراء هذه المؤسسات التعليمية لكن اليوم أدركت أن النظام العلماني كان يعلم كل شيء لأن الفترة التي انتشرت فيها مدارسنا كانت بعد انقلاب كنعان إيفيرين في العام 80 المدارس كانت تحمل اسما واحدا أم في كل مدينة اسم مختلف؟ في كل منطقة كل مدرسة لها اسم مختلف هل هذه المدارس كانت مدارس خاصة أم تتبع المنهج الدراسي للدولة؟ كانت خاصة والتدريس فيها وفق المناهج الدراسية الحكومية هل كان هناك مناهج خاصة تضعونها للطلبة غير مناهج التربية والتعليم؟ كان المعلمون التابعون للجماعة يقومون بانتقاء الطلبة الناضجين لضمهم للتنظيم من خلال الدروس والأنشطة الإضافية كيف كان شكل التنظيم؟ لا توجد هيكلية تنظيمية واضحة للجماعة ولكن هناك هيكلية مختلطة وهذه التركيبة المختلطة للتنظيم لا يعرف أحد غير قول خيوطها فهو حريص أن تكون كل الخيوط بيده وحده وهو الذي يعرف كل تفاصيلها يعني المنظمة عبارة عن منظمة فوضوية ومنظمة في نفس الوقت نعم ولد غولن وحده القوة والخيوط التي تمسك بكل شيء فقط فتح الله غولن هو الذي لديه كل الخيوط للتنظيم؟ في الظاهر نعم لكني أدرك أن فتح الله غولن لا يملك العقل أو الفكرة أو القدرة على إدارة هذه الأمور أنا أعرف غولن عن قرب هناك من يخطط ويدبر ويقوم بتسليم المشاريع إلى غولن فقط للتنفيذ من هذه الشخصيات التي كانت تحرك الخيوط وتمسكها؟ من خلال نظرتنا لهذا الموضوع نقول إنها القوى العالمية حيث نطلق عليها مسمى العقل الكبير وأنا أرى أنها الـ CIA والموساد ومن الممكن أن يكون لبريطانيا دور في بعض الجوانب في المشروع التعليمي أنت كأنما تحدثني عن جماعة سرية ماسونية خطيرة غامضة لها شكل ظاهر ولها شكل خفي لا يعلمه إلا أشخاص مخفيون لا أحد من الأعضاء يعلم شيئا عن الجماعة إلا الجانب الذي يخصه كل يعرف الجانب الذي يعنيه فقط أما غولن فوحده الذي يمسك بكل الخيوط فعلى سبيل المثال المجموعة التي في الجيش هي وحدة والمجموعة التي في الأمن هي وحدة والقضاء كذلك وهؤلاء المئات أو الآلاف الذين يعملون في الوحدات المختلفة لا يعرفون بعضهم البعض وإنما يعرفون فقط المعنيين بهم في دوائرهم ومن ثم فإن أي عملية تفكيك أو تقسيم للجماعة لن تكون سهلة فمن الممكن أن تفكك جزء أو تقضي على الجزء لكن الباقين موجودون في أماكنهم لماذا اختار فتح الله غولن القضاء والتعليم والإعلام والجيش والشرطة والاقتصاد ورجال الأعمال ست مجالات أساسية لماذا جعل تنظيمه خيوط تنظيمه في هذه الأماكن الستة غولن يعمل من البداية على مشروع السيطرة على الدولة ومن خلال السيطرة على هذه المؤسسات الست يمكن السيطرة على الدولة فخطة غولن من البداية هي السيطرة على الدولة التركية وما يقوم به الآن في الدول الأخرى لا سيما الدول الناطقة بالتركية في آسيا الوسطى التي نشر فيها مدارسه وبرامجه له فيها نفس المطابع ولا ينبغي أن نشعر بالاستغراب إذا وجدنا محاولات انقلابية في تلك الدول شبيهة بالمحاولة الانقلابية التي قام بها غولن في تركيا في العام 1980 بدأ فتح الله غولن يظهر على السطح بقوة بعد الانقلاب العسكري وفوجئ الجميع بأن فتح الله غولن يدعم العسكريين ويعترف بهم ويكون داعما لهم هذا شكل مفاجأة لكثيرين هل كان هناك علاقة سرية بين فتح الله غولن وبين قادة الانقلاب العسكري في العام 1980 الذي قاده كان عن إيفرين لم يكن هناك رابط واضح أمامنا وكنا نعتقد أن الانقلابيين غافلون عنا بلطف من الله وأن الدولة لا تعرف شيئا عننا رغم أننا كنا نتحرك بمهارة هكذا كنا نظن أن سر نجاحنا هو سرية تنظيمنا لكننا بعدما قمنا بتأسيس وقف الكتاب والصحفيين في العام 1994 بدأنا فترة الانفتاح نحو الخارج والتعريف بنا لا أريد أن أستبق الخطوات أنا الآن في انقلاب 1980 بعد انقلاب 1980 بدأ فتح الله غولن ينتشر ويأخذ قوة في المجتمع ما طبيعة علاقة غولن بانقلاب 1980 وقائد الانقلاب كانعان إفرين حسب ما أخبرني غولن فإن أحد أصدقائه ويدعى يعقوب كان عديلا لكانعان إفرين وأنه أخبر إفرين بأن غولن شخص جيد وأن كانعان إفرين قال لقريبه إذا كان غولن شخصا جيدا فعليه أن يتخفى ولا يظهر علنا في الأوساط المختلفة هذا الأمر أخبرني به غولن شخصيا معنى ذلك أنه كان هناك تنسيق بالتأكيد قبل الانقلاب أم بعده بعد الانقلاب هل كان غولن على علم بالانقلاب قبل أن يحدث حسب ما أخبرني غولن أنه قبل ثلاثة أيام من الانقلاب جاءه ضباط من الجيش وأخبروه أن هناك انقلابا سوف يقع وعليه أن يتخفى وأن يغير مكان تواجده في الفترة هذه من 1980 إلى 1986 كيف كان نشاط الجماعة؟ كان نشاطنا كما هو لم نوقف نشاطنا أبدا كان غولن يتجول في المدن التركية ويزور المحافظات المختلفة وبعض الناس كانوا يأتون إليه في المقر في إزمير وفي تلك الفترة كان يقوم بتنظيم نشاطات وفعاليات مختلفة في كل مدينة لم يقبض عليه؟ وقع في أيديهم عدة مرات ثم كانوا يتركونه وحينما نتساءل كان يقول إن إطلاق سراحه كان لطفا من الله تعالى كيف نجح فتح الله غولن في أن يجعل كل مريديه وتلمزته الذين حوله لا يسمعون ولا يرون هناك جماعة حول غولن يرون أن كل ما يفعله هو الصحيح ولهذا فإن أحدا من هؤلاء لا يجرؤ على محاسبته أو مساءلته فهو أستاذهم وهم تلامذته لكن المساءلة والمحاسبة بدأت تظهر فيما بعد لم يكن أحد من تلامذته يجرؤ على أن يسائله أو يكلمه؟ يعني هناك هالة قدسية حوله؟ منذ البداية ساد اعتقاد من قبل الملتفين حوله أن غولن هو ولي من أولياء الله ثم بعد ذلك أصبحوا يلقبونه بالمسيح وعلى الرغم من أن غولن لم يدعي أنه المسيح بشكل ظاهر إلا أن سكوته وتسامحه تجاه هذه الإدعاءات تظهر أنه قد وافق عليها ضمنيا وفي بداية الأمر كانت هذه الإدعاءات تقال ضمن دائرة ضيقة حول غولن ولكن بعد ذلك انتشرت في كل الجماعة عدا أفراد قليلين مثلي واليوم أصبح معظم أفراد الجماعة يقبلون بكون غولن هو المسيح الرئيس أردغان حينما انتقده قال هؤلاء الذين يعتبرون فتح الله غولن أقرب إليهم من حبل الوريد هل هذا المفهوم فعلا موجود لدى أتباع غولن أنهم يعتبرونه أقرب إليهم من حبل الوريد وهذه هي صفة الله سبحانه وتعالى وليست صفة البشر الذين يقبلون هذا الأمر انحرفوا بشكل كبير والأمر الذي يؤمن به أفراد الجماعة الآن أن غولن يلتقي مع الله في كل وقت ويستطيع أن يتصل بالله في أي وقت والذي يستطيع أن يتصل مع الله في كل وقت بالتأكيد هو أقرب إليهم من حبل الوريد في بداية الأمر كانوا يقولون إن غولن يلتقي مع الرسول دائما ثم بعدها سقطوا في هذا الشذوذ هو كان يقول لكم هذا؟ هو قال لي شخصيا إنه يلتقي مع الله قال لك أنت؟ نعم نعم قال لي ذلك مباشرة قال إن الله تكلم معي وقال أنا كنت أبقي الكائنات من أجل محمد صلى الله عليه وسلم والآن أبقيها من أجلك أنت أنا لم أتقبل هذا الكلام ولكن نحن نعلم أن في الصوفية شطحات يعني يمكن للإنسان أن يكون وليا ويكون في حالة سكر معنوية وهو يشرح ما في نفسه ومن الممكن أن يقول مثل هذا الكلام وهو في حالة السكر المعنوي وهذا نقول نسميه بشطحات وهو كلام به خروج عن الحق ولكني لم أنقل هذا الكلام حينما سمعته إلى الخارج أو إلى المجتمع ولكن غولين فيما بعد قال أمام جمع كبير من أعضاء الجماعة أنا إذا غضبت فإن غضبي يولد عواصف وزلازل وأعاصير في الخارج وهذا الكلام كان يقبله كل الموجودين في المجلس من من هؤلاء المئات تذكر كان حاضرا؟ من يقومون الآن بإدارة الجماعة وهم الذين يقالوا عنهم إنهم الإخوة الكبار اسمح لي سأطلب منك شيئا وأرجو أن تتقبله مني هل تقسم بالله أنه قال لك هذا الكلام؟ نعم أقسم وأضع يدي على المصحف في أن الكلام الذي نقلته عن غولين لا توجد فيه نصف كلمة كاذبة متى قال لك هذا الكلام؟ في أي سنة؟ قال لي هذا الكلام خلال أحدى زياراتي له في أمريكا لكني لا أذكر بالضبط في أي سنة كنت قد دخلت إلى غرفته من أجل الحديث معه في موضوع آخر وطال الكلام بيننا ثم تطرقنا إلى هذا الموضوع هل يمكن أن تكرره لي مرة أخرى؟ أنا كنت أبقي الكائنات من أجل محمد صلى الله عليه وسلم والآن أبقيها من أجلك أنت ولماذا إذا أنت إنسان صحيح العقيدة أن تبقى معه يوما واحدا بعد ذلك؟ كما ذكرت لك من قبل كنت حتى ذلك اليوم أعتقد أن فتح الله غولين هو ولي من أولياء الله وهذا الكلام يقال عندما يكون الإنسان في حالة السكر المعنوي وهو من الشطحات الصوفية هذا ما فسرته في ذلك اليوم هل غولين صوفي أم مفكر أم مخرف؟ أين هو في هذا الموقع؟ صوفي مفكر إسلامي مخرف هو كتب كتابا في التصوف ولكنه ليس صوفيا فهو يعاد التصوف بشدة فعندما كنت في الولايات المتحدة كان يستخدم كلمات شديدة جدا ضد التصوف فاستغربت كثيرا لأنه كان دائما القول إنه لا يوجد دين دون تصوف وكان قد كتب كتابا اسمه القمم الزمردية للقلب يقول فيه إنه لا يوجد دين دون تصوف وحين ذكرته بالكتاب قال كتبته من باب الثقافة لقد خدع الناس لسنوات على أنه متصوف كيف استطاع أن يقنع مئات الآلاف من الناس أن يتبعوه؟ مئات الآلاف الذين يتبعون قولن لا يعرفون عن الإسلام إلا ما يقوله لهم لا يعرفون أي معلومات إسلامية بخلاف ما يقوله لذلك فهم يقبلون كل ما يقوله لهم لذلك فإن المسائل والأقوال التي تتعلق بانحرافه والتي عرفناها فيما بعد مثل فتاوى لأتباعه من المنخرطين في الجيش والشرطة بأن يخلعوا الحجاب وأن يشربوا الخمر وأن يمارسوا الزنا هذا هو أفتى؟ هل فتح الله قولن أفتى لأتباعه في الجيش والشرطة أن يقوموا بهذه الأفعال؟ نعم وكذلك الذين يعملون في الوظائف السياسية العليا وهذه الأمور عرفناها فيما بعد ولم يكن يتحدث عنها إلا معهم يعني حينما بدأ يخطط لاختراق الدولة والسيطرة عليها أفتى لأتباعه أن يشربوا الخمر وأن يزنوا وأن يتركوا زوجاتهم حتى يتخفوا في المجتمع وفي الدولة؟ طبعا من أجل نتخف في المجتمع أعطاهم رخصة التقية مثل التقية الموجودة عند الشيعة إذن ليس هناك إسلام في المسألة؟ الآن فهمنا كل شيء إنما كان يقوله قولن في البداية لم يكن سوى مسرحية والرجل ليس لديها آية أفكار أو هموم إسلامية وكل همومه هي السيطرة على الدولة وترأسها وإدارتها ما الذي استفاد به قولن من انقلاب 1980 وما الذي أفاد به الانقلابيين؟ بعد انقلاب العام الثمانين فتح الطريق أمام قولن وجماعته كما أشرت من قبل تم غض الطرف عن رجال قولن داخل الجيش وكذلك داخل الشرطة كما تم غض الطرف عن تدخلاته في السياسة لكننا لم نكن نعلم أن هذا كان باتفاق معه كنا نعتقد أن ما يجري هو نجاحات لنا يعني عملية اختراق منظومة الدولة بدأت بعد انقلاب 1980 سمح له أن يسيطر على الدولة ولكن ليس باسمه بل باسم الولايات المتحدة الأمريكية وتم استغلال الدولة لصالح الولايات المتحدة وهذا ما نراه الآن فحين ننظر إلى كل ما يقوم به نجده في صالح الولايات المتحدة الأمريكية أنت كالشخص الثاني القريب حوله في ذلك الوقت أقرب تلميزته إليه لم تفهم في ذلك الوقت أي تفاصيل عن هذه اللعبة التي تجري إن كانت لعبة؟ أنا تكلمت قبل خمسة عشر عاما من الآن وقلت إن الجماعة توقعت في أيدي قوة أجنبية تحركها وبدأت أقاوم هذا الأمر من داخل الجماعة لكني في البداية فسرت الأمر على نحو أن فتح الله غولن محتجز في الولايات المتحدة وأن الفريق الذي يدير الجماعة هو المتورط في هذه المسألة لكني أدركت بعد ذلك أن غولن على رأس فريق الخوة وحينما وقعت محاولة الانقلاب الأولى بين السابع عشر والخامس والعشرين من ديسمبر 2013 أدركت أن غولن على رأس العصابة الخائنة من هنا بدأت أعارضه بشكل علني كيف كان حينما تتحدث مع غولن في ذلك الوقت تلك الفترة لازمته أربعين عاماً كتبت سيرته الزاتية كيف كانت رؤيته لإسرائيل هناك غرام وحب من نوع خاص بين غولن وكل من أمريكا وإسرائيل وكان يفسر هذا الحب في البداية على أنه نوع من السياسة ويقول إذا لم تكن علاقتنا جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل فإننا لن نستطيع أن نقوم بنشاطنا في أماكن مختلفة من العالم وبهذا الشكل كان يفسر دعمه وقربه من أمريكا وإسرائيل ولكن في المرحلة التالية أصبح حبه لهما مبدئياً وأساسياً بالنسبة له ولأتباعه من الذي كان يوجه طلبة المدارس للالتحاق بالكليات أنت تذهب إلى الحقوق أنت تذهب إلى الكليات العسكرية أنت تذهب إلى كليات الشرطة أنت تذهب إلى كذا من الذي كان يوجه هذا ويظل يتابع الشخص إلى أن يتخرج ويعين في المكان المعين كانت هناك كوادر متخصصة بهذا الموضوع تقوم بكل الإجراءات الأولية التي ينبغي أن تحصل ولكن مرحلة القرار النهائي كانت بيد جولين فقد كانوا يعدون التقارير حول الأشخاص ويقترحون الكليات التي يتوجهون إليها وإن وافق جولين يتم توجيههم لها كما أن القيادة العليا في الجماعة تصدر قرارا بأن العام كذا ينبغي أن يشهد توجها أكبر نحو الحقوق أو الجيش أو الشرطة وبناء عليه تقوم الجماعة بتوجيه من اختارتهم هل شعرت في أي وقت من الأوقات في ذلك الوقت فترة الثمانينات حينما بدأت عملية التوجيه للطلبة للإنغراس هل كنت تشعر بأن هناك أشخاص غرباء لا تعرفهم يأتون لزيارة جولين يكتمعون به يسافر زيارات سرية للخرج؟ لم نر شيئا بشكل ظاهري ولكن بعد العام أربعة وتسعين بعدما أسسنا وقف الصحفيين والكتاب بدأت كل قطاعات المجتمع تأتي إلى جولين لتلتقي به وفي المرة الثانية التي ذهب فيها إلى الولايات المتحدة لأنه بقي هناك بعد المرة الثالثة في المرة الثانية بقي في الولايات المتحدة أربعة أشهر حيث يذكر علي أونال في كتابه الذي سبق أن أشرت إليه إلى أن جولين التقى بالمسؤولين الأمريكيين والسي آي إيه في العام 1994 بدأت مرحلة مهمة في تاريخ جماعة جولين وهي تأسيس وقف الصحفيين والكتاب الذي أسسته أنت وكنت رئيسا لمجلس إدارته لمدة ثلاث سنوات ما هدف هذا الوقف؟ أولا أنا مؤسس هذا الوقف وفكرته كانت مني وكانت الفكرة تقوم على إنهاء حالة السرية التي تعيشها الجماعة وتقديمها للناس ونشر الخدمات التي قمنا بها حتى ذلك الوقت أي إلى العام 1994 لأن الأعمال التي كنا نقوم بها كانت في مجال التعليم كنا نقوم بافتتاح المدارس والجامعات ومن خلال هذه الفكرة أنشأنا الوقف حيث رفض جولين في البداية فكرة الوقف ثم اقتنع بصعوبة وخلال ثلاث سنوات من العمل تأكد أن الوقف مفيد من ناحية توصيل رسائلنا إلى كل قطاعات المجتمع فقد حبب الإسلام إلى الناس فكما تعرفون كان الوضع في تركيا من قبل أنك حينما تحدث أحدا عن الإسلام كان ينظر إليك بريبة وخوف فقمنا بالذهاب إلى هولاء الناس واحدا واحدا والتقينا بهم وشرحنا لهم قضيتنا وأقمنا بيننا وبينهم علاقة قربة هل كنتم تتحدثون باسم جولين وجماعته أم كنتم تتحدثون بأي غطاء وأي اسم أنا كنت رئيس وقف الصحفيين والكتاب لكن جولين كان الرئيس الفخري ولهذا لم نكن نقدم اسم جولين إلى الناس حينما نتحدث إليهم لكن كنتم تتحدثون باسم وقف الصحفيين والكتاب وليس باسم جماعة جولين حينما قمنا بتأسيس الوقف وافتتاحه قدمنا جولين إلى المجتمع على أنه الرئيس الفخري للوقف لذلك كان جولين له أثره المعنوي هل جولين كان معروفا في المجتمع التركي في ذلك الوقت؟ حتى العام 1994 كان جولين معروفا لدى الناس الذين يترددون على المساجد لكن لم يكن معروفا كزعيم سياسي أو زعيم كبير على مستوى الدولة الذين كانوا لا يترددون على المساجد كانوا يعرفون جولين على أنه شخص سيء جدا فلم تكن صورته جيدة لدى عموم الناس فكرتهم عنه أنه يريد أن يعيد الدين والشرعة إلى البلاد كانت هذه هي الصورة الموجودة في ذلك الوقت لدى غير المتدينين وكان هذا الأمر متشرا في ذلك الوقت في تركيا للأسف ومن خلال هذا الأمر كنا نحاول أن نبين لهم أن الإسلام ليس شيئا سيئا وأن المسلم ليس إنسانا سيئا ولا يوجد شيء يخيفهم منه وذلك من خلال الذهاب إلى هؤلاء الناس والحديث المباشر معهم ما اسمح لي ما شكل الإسلام الذي كنتم تقدمونه إلى الناس وأنا من تتبعي لكم حتى هذه المرحلة الصورة ضبابية رؤيتكم للإسلام رؤية ضبابية أصلا هناك جانبان لهذا الموضوع الأول أن تركيا كان بها مجموعة توصف بأنها من الإسلاميين المتشددين وهؤلاء عادة لا يجدون قبولا عاما في المجتمع الأسلوب الثاني أنك يمكن أن تقدم الإسلام بالطريقة الحقيقية التي يمكن أن يحبه الناس من خلالها إذا قمت بشرحه وتقديمه بشكل جيد نحن فضلنا الأسلوب الثاني وقد كنا ننهج هذا الأسلوب دون أي تنازلات قل شرح للإسلام اللي كنت بتقوله للناس في ذلك الوقت الإسلام هو دين فطرة ولا يأمر أو ينهى عن أي شيء غير فطري ولهذا السبب فإن الإسلام في حد ذاته دين جميل ولا يحتاج لأن يجميله أحد ولكن كنا نستخدم أسلوبا تجاه الذين ينظرون إلى الإسلام على أنه فوبيا وتجاه الذين لم يهضموا الإسلام بشكل صحيح أما عن مقدار صحة أو خطأ هذا الأسلوب فهذا موضوع آخر ولكن من ناحية الحقائق في تركيا فقد كان هذا الأسلوب مفيدا في ذلك اليوم لكن الخطأ الذي وقع فيما بعد أن جولن حاول تقديم الإسلام للناس من خلال التنازلات وكما قلنا في الحلقة السابقة قال إن الحجاب من فروع الإسلام ثم أعطى رخصة لبعض أتباعه أن لا يصلوا وأن يشربوا الخمر عدم الصلاة؟ طبعا هو كان يصلي؟ هو يصلي ولكن الموجودين في الجيش والشرطة حتى يقوموا بإخفاء أنفسهم أفتى لهم بعدم أداء الصلاة أنا الآن أريد أن أفهم منك شيئا الجماعة بقيت سرية إلى العام 1994؟ نعم حينما أسستم وقف الصحفيين والكتاب هؤلاء كانوا صحفيين وكتاب الجماعة أم صحفيين وكتاب من كل تركيا؟ في الأصل كانت أعداد الصحفيين والكتاب العائدين للجماعة قليلة جداً نحن استخدمنا الإسم في المعنى العام من أجل فتح حوار مع الصحفيين والكتاب الآخرين ومن أجل شرح خدمات الجماعة لهم هؤلاء كانوا يعلمون أن هذا الوقف يتبع جماعة فتح الله جولن السرية؟ كان من المعروف أن هناك علاقة مع جولن وكانوا يتفهمون هذا الأمر حينما في ذلك العام 1994 أنت كتبت سيرة فتح الله جولن الزاتية؟ أنا كتبتها في عام 1990 وتم نشرها في عام 1994 على هيئة كتاب من خلال دور النشر فتح الله جولن أي شخص يكتب سيرة الزاتية لشخص آخر لابد أن يلازمه وأن يسمع منه تفاصيل حياة الدقيقة هل فتح الله جولن سمح لك وأعطاك تفاصيل حياة الدقيقة؟ كان اتفاقنا في البداية أن أنشر الكتاب بعد موته ولهذا فقد روى لي كل شيء عن حياته لأضمنه الكتاب لكنه قال لي أيضا أن هناك أمور لم يخبرني عنها وهناك مواضيع وأسرار لن يتحدث عنها وسوف تذهب معه إلى قبره ولكن من خلال البحث قمت بجمع المعلومات عن الأشخاص الموجودين حول فتح الله جولن بدءا من فترة طفولته حتى ذلك الوقت من أقاربه ومعارفه حتى والدته التقيتها وأخذت معلومات منها ومن الآخرين وهذه المعلومات لم أنشرها لكنها موجودة عندي في أرشيف الخاص ولا توجد عند أي شخص آخر هل لاحظت شيئا غير عادي؟ نحن كنا في البداية ننظر إلى جولن بعين الحب والاحترام فلم نكن نرى أي مساوة ولكن بعد محاولة الانقلاب الأولى في ديسمبر 2013 قمت بالنظر مرة أخرى في هذه الأمور التي تحدث إلي عنها جولن وإلى مسيرة حياته لا سيما ما قرأته بين السطور فوجدت الكثير من الأمور السيئة الأمور التي قرأتها بين السطور نشرتها في كتابي الأخير عن جولن تحت مسمى الوجه الضاحك للشيطان فتح الله جولن حيث وضحت كثيرا من الأمور وقمت بالربط بينها وبين ما جرى بعد ذلك بحيث أصبحت هذه الأمور مفهومة الآن ما أهم هذه المعلومات؟ أهمها وما يجب أن يعرفه الناس اليوم أن جولن كان عميلا للنظام العلماني وأجهزته في تركيا منذ كان عمره 16 عاما وقد تطورت هذه العلاقة بعد ذلك مع الدولة لتتواصل مع الأجهزة والدول التي كانت تدعم النظام العلماني وهي الـ CIA في الولايات المتحدة والموساد في إسرائيل وهذا هو أهم شيء أما الأمر الثاني فإن جولن كانت له خطة للسيطرة على الدولة التركية وإقامة نظام على غيرار النظام الإيراني الذي أقامه آية الله الخميني وقد كان جولن يتحدث دائما عن الخميني وهذا ما عايشته وكان يقول إن التقرير الذي قامت المخابرات التركية بتجهيزه عني وأنا في خدمة العلم كان يمكن أن يسبب انقلابا في حال تم نشره فيما بعد والقصة هنا إذا كان هذا التقرير الذي تحدث عنه جولن قد أعد من قبل الاستقبارات أو لم يتم هذا موضوع آخر لكن أن تقوم المخابرات التركية بالطلاع جولن على تقرير أعدى عنه وإيصال هذه المفاهيم إليه مبكرا فهذا موقع تساؤل وقد بدأت خطة جولن منذ كان عمره عشرين عاما لإقامة نظام إسلامي عالمي تديره أجهزة الاستخبارات ليكون خليفة للعالم الإسلامي لذلك أطلقت عليه الجماعة إمام الكائنات في حواري مع الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية الدكتور إبراهيم كلان قال إن الخلاف الرئيسي بين أردوغان وفتح الله جولن بدأ في العام 2010 حينما أصر فتح الله جولن أن يعين رئيس المخابرات التركية من أحد رجاله فتح الله جولن لا يحب رجب الطيب أردوغان من أول يوم وسبب هذه الكراهية يعود إلى كراهيته أيضا لنجم الدين أربكان أستاذ أردوغان جولن لم تكن له علاقة جيدة مع كل الذين مارسوا السياسة باسم الإسلام مباشرة أو من خلال فلسفة الإسلام كانت علاقته أفضل دائما مع غير الإسلاميين ولأن رئيس الجمهورية أردوغان نشأ على مدرسة نجم الدين أربكان فقد وقف جولن دائما على مسافة منه كما أن جولن عارض فكرة قيام حزب العدالة والتنمية أيضا ووقف ضدها ولم يقبل بها ولكن بعد فوز حزب العدالة والتنمية لم يجد بدا من التواصل معه من أجل استخدامه لتحقيق أهدافه وقد استخدمه بالفعل لكن الخلافة لم يبدأ في العام 2010 فجولن من البداية لم يكن صادقا مع أردوغان لكني أعتقد أن رجب الطيب أردوغان مسلم صادق جدا فتح الطريق أمام جماعة جولن وتسامح معهم اعتقادا منهم أنها جماعة مسلمة أفرادها يؤدون الصلاة وفرايض الإسلام لكني في إحدى اللقاءات التي جمعتني مع الرئيس أردوغان قال إنهم خدعوا لكني في تلك الفترة أنت قابلت رجب الطيب أردوغان وشرحت له تفاصيل الجماعة من الداخل؟ التقيت به منذ كان رئيسا لبلدية إسطنبول لكن وقتها لم تكن هذه الحقائق واضحة لكن حينما أصبح كل شيء واضحا أبلغته وأبلغت قيادات العدالة والتنمية أن أطمع قولن لا نهاية لها كنت ترى هو هو رئيس بلدية في 95 لكن لم تتحدث معه تواجدنا في الكثير من الأماكن ولكن لم نتحدث في هذه المواضيع لكن خليني هنا أنا أعود إلى السيرة الزاتية هل طلب منك هروا لك بعض الأشياء وطلب منك عدم نشرها في السيرة الزاتية بعد ذلك؟ من البداية إلى النهاية كان هذا ما يريده أن لا ينشر شيء إلا بعد موته ولكن بعد إنشاء وقف الصحفيين والكتاب قلت له إن على المجتمع أن يتعرف عليه بشكل جيد وهذه السرية لا يمكن أن تستمر فوافق لكننا لم ننشر مسيرته الذاتية إلا 10% فقط مما رواه لي يعني أنت كتبت في الكتاب 10% فقط من المعلومات التي أخذتها منه؟ باقية والتسعين في المائة؟ كلها باقية في أرشيف الخاص كلها متى تنشرها؟ نشرها في هذا الوقت ليس له معنى فقول لم يعد له أي قيمة أو مكانة في المجتمع ولكن إذا أراد أحدهم أن يتعرف على محتويات هذه المعلومات فيمكنني اطلاعه عليها هل يمكن تعطيني نموذج واحد نموذج واحد مثال واحد لبعض الأشياء التي لم تنشرها وتعتبر أشياء خطيرة في صيرته الذاتية؟ كل التشكيلات السرية داخل الجيش والأمن العام وداخل الدوائر السياسية كل هذه الأمور موجودة تحت يدي ولم أنشرها في أي كتاب هل أعطيتها للدولة حتى يعرفوا تفاصيلها؟ طبعاً بعد محاولة انقلاب السعب عشر من كانون الثاني 2013 يعني كل طبعاً أعطيتهم كل شيء وقمت بالإجابة على كل الأسئلة التي وجهت لي هل بعض الأشخاص الذين زرعوا في العام 1981 و85 شاركوا في المحاولة الانقلابية الأخيرة؟ المحاولة الأخيرة التي تمت لها جانب عسكري وجانب أمني وجانب مدني هذا تنظيم متكامل والدولة الحالية بالإمكانات الموجودة لديها لم تستطع الانتقال إلى الجانب المدني بعد وليس من الممكن أن نعرف هؤلاء بالإسم في هذه المرحلة لأنه ربما تكون هناك كوادر شابة جاءت بعد كوادرنا وليست من أعمارنا الكوادر التي من أعمارنا هربت كلها خارج تركيا ومن المستحيل أن يكونوا موجودين في إدارة الدولة الآن أنت حذرت الحكومة التركية في مقابلة تلفزيونية لك بثت في قناة اي هابر بتاريخ 24 مارس الماضي 2016 من أن جماعة جولن يعدون الانقلاب عسكري قبل الانقلاب بأربع شهور أنت تحدثت عن أنهم يعدون الانقلاب عسكري من أين لك بهذه المعلومات؟ أنا أعرف من الأساس رغبة جولن في السيطرة على الدولة وهو لم يكن يخفي هذا الأمر وكان يتحدث عنه أما مسألة الانقلاب فإنه بعد فشل محاولة الانقلابية في 2013 التي استهدم فيها القضاء والأمن لم يعد بيده إلا قوة الجيش وكنت أدرك أنه سوف يتهور ويستخدمها لذلك حذرت من هذه الخطوة لكني لم أكن أعلم أنه سيقدم عليها في الخامس عشر من يوليو الماضي أنت أيضا في الانقلاب قلت شيئا حدث في نفس المقابلة في مارس قلت رغم أن أردغان حصل على 52% فقط من الأصوات إلا أن 99% من الشعب التركي سيلتف حوله ضد المحاولة الانقلابية وهذا ما حدث بالضبط هذا الأمر كان واضحا فأنا دائما كنت أقول أن جولن له حاضنة داخل مؤسسات الدولة لكنه ليس له حاضنة شعبية لكن أردغان حينما جاء للسلطة من خلال حزب العدالة والتنمية حصل على نسبة 52% من الأصوات لكن حينما ننظر إلى الأمر خارج نطاق السياسة نجد أن حاضنته الشعبية أكثر بكثير حيث أن 90% من الشعب وقف إلى جوار أردغان ضد الانقلاب بل إن بعض الإحصاءات تقول إن هذه النسبة وصلت إلى 95% عدد المعتقلين تقريبا حوالي عشرة ألاف هل هذا كل تنظيم جولن في الجيش والدولة؟ أعتقد أن نسبة التابعة لجولن أكبر من هذا الرغم بكثير أنا نبهت الجيش أيضا بهذا الخصوص وأستطيع أن أؤكد أن 90% من الجنرالات الحاليين هم من التنظيم الموازي الآن 90% من الجنرالات الآن؟ نعم نعم الآن هم يتحركون بسرية تامة أما الذين اعتقلوا فهم الذين تم اكتشافهم لكن الطباط حينما يصلون إلى رتبة عقيد ركن يصبحون ماسونيين وينخلطون في التنظيم أما قبل هذه الرتبة فلا يعرفون أنفسهم أنهم ماسونيون والكثير منهم خلال فترة الدراسة العسكرية يظهرون أنفسهم على أنهم علمانيون كماليون يلتمون لكمال أتاتورك لذلك فإن غربلة هؤلاء والتعرف عليهم أمر صعب الآن أنا أريد أن أفهم ما هي طبيعة العلاقة بين فتح الله جولن والعلمانيين تحالف مع العلمانيين طوال الوقت ثم تحالف مع أردوغان من 2003 إلى 2010 أو إلى 2013 ما هي طبيعة العلاقة لا توجد علاقة صديقة لجولن مع أي شخص كلها علاقات تقوم على المنافع والمصالح يهتم جولن بكل إنسان بالقدر الذي يمكنه من استخدامه وحينما لا يتمكن من استخدامه فإنه يتظاهر بعدم معرفته حياة جولن كلها مبنية على ذلك ونفس الأمر بالنسبة لمن هم معه الآن الشخص الذي يمكنه أن يستخدمه هو الأكثر قرب له اليوم ولكن بعد استخدامه يرمي به جانباً ويتركه هذه شخصية جولن العامة وهذه هي علاقته مع كل السياسيين الذين تعامل معه هل استفاد منك بصفتك أقدر الأشخاص على جمع الأموال وحجد الناس والكتابة ثم استغنى عنك بعد ذلك؟ أم أنك أنت الذي تركته؟ كل اجتماعات الهمة كنا نقوم بها معاً دائماً وقد شاركت في كل اجتماعات الهمة الأولى التي كانت تجمع فيها الأموال كمتحدث رئيسي والتي كان يتم صرف هذه الأموال على حد علمنا في سبيل الله لكن بعد ذهاب جولن إلى أمريكا حصلت تغييرات كبيرة في هذا الأمر ولم يعد لي دور بعد العام 1999 في تلك الاجتماعات التي كانت تجمع فيها الأموال أنت الآن قلت أن هناك 90% من جنرالات الجيش والعقداء وغيرهم الآن يتبعون جماعة جولن هل معنى ذلك أن تركيا مهددة بانقلاب آخر؟ جولن لن يتخلى أبداً عن فكرة الانقلاب من المؤكد أن محاولة الانقلاب هذه سببت انهياراً كبيراً له ولكنه لن يتخلى عن هذه الفكرة أبداً وهذا الانقلاب لم يكن من تفكير وتخطيط جولن وحدة بل كان بدعم من الولايات المتحدة وأطراف خارجية أخرى لكني أعتقد أن الولايات المتحدة لن تدعم جولن بعد اليوم وأود أن أؤكد بأنه إذا لم يأتي جولن إلى تركيا بإرادته ليحاكم فإن الولايات المتحدة ستقوم بتسليمه لتركيا لماذا ما مصلحت أمريكا في تسليم عميل سي آي ايت كما تقول أنت وعميل موساد لتركيا حتى تحاكمه ويفتضح أمرها من الواضح أن الولايات المتحدة استنفذت أغراضها في استخدام جولن وأصبح ورقة محروقة ولم يعد هناك مجال لاستخدامه وأمريكا تدرك أن عدم تسليمها جولن سوف يدخلها في مشكلات مع الحكومة التركية هي في غينا عنها وفي النهاية سترجح الوقوف إلى جوار الحكومة التركية وليس إلى جوار تنظيم على حساب دولة قوية وذلك من باب العلاقات القائمة على المصالح وزير العدل التركي قال ربما تسمح الولايات المتحدة لغولن بأن يهرب إلى أحد الدول التي ليس بينها وبين تركيا علاقات تسليم مجرمين حتى تتجنب الولايات المتحدة الضغط والحرق التركي أنا لا أعطي احتمالا أن يتوجه غولن إلى دولة غير الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد دولة أخرى آمينة له مثل تركيا ولهذا السبب فإنه لا يقبل وأن يتجه إلى دولة أخرى وأن اضطر إلى الذهاب من أمريكا فإنه سيأتي إلى تركيا أنا أريد أن أفهم والمشاهدون كذلك لماذا ذهب فتح الله غولن إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأقام بها منذ العام 1990 وحتى الآن كما يعرف الجميع كان هناك تنظيم إرهابي في تركيا اسمه حزب العمال الكردستاني والرجل الذي كان على رأسه كان عبدالله أوجلان الذي تم تسليمه لتركيا وفي مقابل تسليم أوجلان إلى تركيا عام 1999 سلم غولن إلى الولايات المتحدة أرسلت القوات المسلحة التركية أرسل عنوة للولايات المتحدة حتى تضعه وكل ما يقوم به تحت سيطرتها وتحركه من هناك وهذا ما حدث مثلا كل المدارس التي افتتحها غولن سواء داخل الولايات المتحدة أو حول العالم ما هي إلا غطاء لسي آي اي وأعمالها فكل معلمي اللغة الإنجليزية في هذه المدارس على سبيل المثال ليسوا سوى عملاء للسي آي اي فتح الله غولن نفسه قال في مقابلة نشرت له مع واشنطن مع نيورك تيمز في مقال نشرته في نيورك تيمز إن مدارسه منتشرة في مئة وخمسة واربعين دولة ونحن نريد أن نفهم ما هو هذا الشخص الذي يستطيع اختراق مئة وخمسة واربعين دولة وإقامة مدارس فيه إن انتشار مدارس الجماعة في أنحاء العالم كان بتسهيلات من السي آي اي ولم يكن غولن يستطيع أن يذهب إلى هذه البلاد ويفتتح بها المدارس بمفرده وقد كانت الولايات المتحدة تدعم فتح المدارس لسيما في بلدان آسيا الوسطى المسلمة لتكون غطاء لمواجهة روسيا هناك لأنه لم يكن لدى الولايات المتحدة قدرة أن تخترق هذه البلاد بشكل مباشر ولذلك أدخلت العنصر التركي عن طريق غولن وجماعته ومدارسه حيث وفر غولن عن طريق مدارسه والعناصر العاملة بها نقطة ارتكاز واستقرار للولايات المتحدة وأنشطة السي آي اي يعني تريد أن تقول أن المائة وخمسة وأربعين دولة التي يقيم فيها فتح الله غولن مدارسه كما كتب هو في نيويورك تايمز هي عبارة عن غطاء للسي آي اي تعمل من خلال هذه المدارس في الدول التي ربما لا تستطيع اخترقها بشكل مباشر نعم نعم بالضبط هناك مدارس كثيرة لفتح الله غولن في دول عربية أما في العالم الإسلامي فقد أعطت سي آي اي مهمة مراقبة كل الحركات الإسلامية في هذه البلاد إلى جماعة غولن عن طريق المدارس التي فتحوها في تلك الدول وذلك حتى تكون غطاء لمراقبة الحركات الإسلامية الموجودة هناك ولأن معظم الحركات الإسلامية وقياداتها في العالم الإسلامي يعتقدون أن جماعة غولن جماعة صادقة لذلك فإنهم يقومون بمشاركتهم وإطلاعهم على كل أسرارهم التي تصب مباشرة لدى سي آي اي من هنا فإن الولايات المتحدة تعمل في اتجاهين الأول دعم جماعة غولن وتقديمها كنموذج للإسلام المتحضر الناجح من خلال المشاريع المختلفة التي تقوم بها مع إيقاف المشروعات التي تقوم بها الجماعات الأخرى ومن ناحية ثانية تقوم باستخدام جماعة غولن لمراقبة كل الأنشطة والتحركات التي تقوم بها الجماعات الإسلامية الأخرى مناهج هذه المدارس ليست مناهج إسلامية بالتأكيد لا توجد برامج إسلامية في أي واحدة منها أصلا مناهج علمانية عادية طبعا في تركيا وفي الدول الأخرى تقوم بتدريس المناهج المخصصة في تلك الدول أنت زرت فتح الله غولن في بنسلفانيا حيث يقيم ذهبت مرات كثيرة ممكن تصفلين المكان الذي يقيم فيه حينما كنت أثردد عليه في البداية لم يكن المجمع الذي يقيم فيه الآن والذي يشبه القصر قد اكتمل بناءه حيث أن آخر زيارة لي إليه كانت قبل عشر سنوات كانت هناك الكثير من البيوت المكونة من طابقين للضيوف القادمين من الدول المختلفة وكان غولن يعيش في إحداها لماذا لم يتزوج فتح الله غولن إلى الآن؟ هو يجيب عن هذا السؤال بإجابات مختلفة حيث يقول إنه قرر مرة أن يتزوج لكن أحد أصدقائه جاءه فجأة في الصباح وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال له إذا تزوج فتح الله غولن فسيموت فجأة ولن يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم جنازته لكن يعرف أن السبب ربما يعود إلى أنه يعاني من صغره في حكة في جسمه جعلت جسمه متعبة من الحكة التي تضربه من ركبته إلى صرته كما يقول هو ومن الممكن أن يكون هذا الأمر هو أحد الأسباب السبب الأخير هو كونه يقوم بتقليد بديع الزمان سعيد النورسي الذي اتخذه نموذجا له في البداية حيث أن النورسي لم يتزوج ويمكن أن تكون هناك أسباب أخرى أقوى من ذلك هل صحيح أن بعض أتباعه يروجون أنه بصفته هو المهد المنتظر لا يجوز للمهد أن يتزوج هكذا يقول لا يقال لغولن بشكل مباشر إنه المهد المنتظر لكن أتباعه يقولون عنه إنه المسيح لذلك يمكن أن يكون هناك أمر متعلق بهذا أنت في زياراتك له في الولايات المتحدة الأمريكية هل كان فتح الله قولا هو نفس الشخص الذي عرفته على مدى ثلاثين عاما؟ هناك اخترافات لنوعية الناس الذين يأتون ويذهبون ما أهم الاختلافات التي رأيتها؟ هو يلتقي بأناس كثيرين من خارج الجماعة من المسؤولين الأمريكان عن تركيا لسيما المسؤولين عن تركيا في أجهزة الدولة الأمريكية مثل خارجية والسي آي إي هؤلاء يأتون إلى بيته؟ هو كان يذهب إليهم هو قال لذلك أنه يذهب كل شهر ليقدم لهم إفادة يعني يعطيهم تقريرا شهريا ماذا قال لك بالضبط؟ لقد كان يشكو لي وهو مهمو فقال لي إنه مضطر أن يذهب شهريا إلى مكتب السي آي إي ليقدم تقريرا وإفادة أحيانا إلى طفل عمره بين 22 إلى 23 عاما يعني هو جند من السي آي إي وكان يجب أن يعطي تقريرا وكان يرى أن هذا احتقار له أن يعطي تقريرا لموظف في السي آي إي عمره 20 عاما أو 22 عاما القوة التي كانت تحبس قولين في الولايات المتحدة لم تحبسه بشكل مطلق من فراء لقد منحه الإقامة هناك من أجل أن يصبح تحت الوصاية المباشرة كان هذا من أجل ما يجري في هذه الأيام ترتيب الانقلابات الأخيرة سواء الذي حدث في كانون الأول 2013 أو المحاولة الإقلابية العسكرية الفاشلة الأخيرة قولين لم يحاسب ولم يحبس في الولايات المتحدة بسبب الخيانات التي تحدث في تركيا الآن لا أعرف الوضع الآن لكني أذكر أننا حينما كنا نقدم الطلبات الحصول على تأشيرات من السفارات الأمريكية كان الإفصاح عن أن السبب هو زيارة فتح الله جولن كفيلا بالحصول على تأشيرة زيارة الولايات المتحدة هنا في تركيا نعم في تركيا أنت حينما أخذت فيزا لأمريكا أخذتها وقلت لهم أنك ذاهب لزيارة فتح الله جولن طبعا قلت بشكل واضح وأعطوني تأشيرة لعشر سنوات هذه الفيزا لعشر سنوات ذهبت بها مرات كثيرة إلى جولن لم يتم إيقافك لكن في العام 2006 وأنت متوجه لزيارة جولن تم إلغاء تأشيرتك وأنت في الجو بعدما سمح لك بالسفر قدت أعتبره بريئا ومحبوسا ولا يعرف شيئا عن ما يحدث في تركيا كان لدي اعتقاد أننا إذا استطعنا أن نعيد جولن إلى تركيا فإن كل شيء سوف يكون بخير وقد قمت عدة مرات بالاتصال به والحديث معه عبر الهاتف حول أمر عودته إلى تركيا فعلت ذلك رغم علمي أن هواتفي يجري التنصط عليها ثم قررت استخدام قوة الشخصية في إقناعه بالعودة إلى تركيا عبر الذهاب مباشرة إلى الولايات المتحدة وإقناعه بالعودة لكني بعد إنهاء إجراءات سفري وبإنما كانت طائرتي في طريقها للولايات المتحدة قامت السلطات الأمريكية بإلغاء تأشيرتي وأنا في الجو ووجهوا لي حينما وصلت تهمة العلاقة بالإرهاب ثم احتجزوني في المطار ريلة واحدة ثم أعادوني في اليوم التالي إلى تركيا ورفضوا منح تأشيرات أخرى للولايات المتحدة حينما أعادوني في اليوم التالي التقيت مصادفة على نفس الطائرة مع مصطفى يشل الذي كان رئيسا لوقف الصحفيين والكتاب وكان عائدا من زيارة جولن مصطفى يشل وقد أخبرته أن من قام بهذا الفعل هو الجماعة ومصطفى يشل هو الذي رأس وقف الكتاب والصحفيين من بعدي وقد سبق أن تحدثت عن الوقف في الحلقة الماضية لماذا ألغو فيزتك؟ كانت هناك مجموعة تقوم بإدارة الجماعة هنا ولا ترغب في عودة جولن لتركيا وهي التي قامت بابلاغ الأمن هناك أني على علاقة بالإرهاب بالرغم من كذب هذه الادعاءات هل كان لديه استعداد أن يرجع؟ دعاه أردوغان عدة مرات أن يعود إلى تركيا ولكنه رفض العودة لماذا كان يرفض العودة إلى تركيا؟ كان يفكر كثيرا في العودة حتى أنه جهز حقائبه للعودة لتركيا عدة مرات لكنهم لم يتركوه يعود الأمريكان أم الجماعة؟ الأمريكان لم يتركوه كذلك أتباع الأمريكان هنا لم يتركوه أيضا في إحدى المرات عزم جولن على العودة وحينما عرفوا ذلك سربوا بعض الأشريطة وبثوها على إحدى القنوات التلفزيونية واستخدموها أدلة ضده على أنها جرائم فتم عرقلة عودته ولم يتمكن من الرجوع هذه الأشريطة سجلت بشكل سري لجولن وهو يتحدث فيها عن وسائل اختراقه للدولة لكنها وصلت إلى يد الدولة وتم نشرها يعني هو حينما ذهب إلى الولايات المتحدة لم يكن ذهبا بنية الإقامة فيها؟ هذا حسب ما يقول هو حتى أنه قال أنه كان يقصر صلاته برقصة السفر لاحتمال أن يعود إلى تركيا في أي وقت أفهم منك الآن أن جولن حياته منذ 16 عاما كانت تحت سلطة الاستخبارات التركية في نظام الدولة العلماني وهم الذين صنعوه ووجهوه ورتبوا كل هذه السيناريوهات بعد ذلك التقطته الـ CIA والموساد وأقام علاقات معها حسب رواياتك أنت والعسكر أرسلوه إلى الولايات المتحدة وضعت الولايات المتحدة استخدمته من خلال التنظيم السر القوي الذي يقيمه في الدولة لترتيب اختراقها للدولة التركية طبعا الأمر ليس قاصرا على تركيا وحدها في هذا الأمر لقد تم تجهيز جولن يكون بلاءا على العالم الإسلامي كله وكانوا يخططون من خلاله لإقامة خلافة إسلامية على غرار الفاتيكان تكون مرتبطة بأمريكا وكان جولن هو الخليفة المنتظر تركيا كانت نقطة البداية حسب المخطط ثم يصبح العالم الإسلامي كله تحت السيطرة هذه كانت خطتهم هل معنى ذلك أن الانقلاب الفاشل الذي جرى في تركيا كان هدفه أبعد من تركيا خريطة المنطقة كلها؟ نعم العالم الإسلامي كله وهل صحيح أنه تم الإعداد لإعادة فتح الله جولن على عودة عودة الخميني إلى إيران؟ إذا نجح الانقلاب؟ كانت كل الاستعدادات تجري في هذا الاتجاه وكانت الجماعة أيضا كما سمعت أنا فيما بعد من بعض المقربين منها تعد لعودة جولن بحشد ثلاثة ملايين شخص يكونون في استقباله في المطار لقد أخبرني جولن بنفسه بعد قيام الخميني بانقلابه أنه في يوم من الأيام إذا أصبح هناك مليون شخص جاهزين لاستقباله في المطار كما استقبل الخميني فإننا يومها سنقوم بمحاولة انقلابية أريد أن أسألك شيئا الجماعات الماسونية والحركات السرية لهم طريقة يعرفون بعضهم بعض بطريقة السلام وطريقة الكلام هل جماعة جولن لديهم طريقة سرية يعرفوا بعضهم البعض في الأماكن المختلفة؟ لا توجد هناك تقص معينة في التعارف ولكن يمكن للجميع أن يتعارفوا مع بعضهم البعض من خلال كلامهم وأسلوبهم ولكن في المراتب العليا في الجماعة الذين قاموا ببيعة جولن بشكل مباشر وحلفوا أمامه هؤلاء يعرفون بعضهم البعض لأنهم يعملون ضمن دائرة صغيرة جدا عدد الذين أعطوا البيعة لجولن كم تقريبا؟ لا يمكنني الآن أن أعرف عددهم لأن البيعة تم تعميمها فيما بعد بشكل كبير لسيما في الجيش والأمن العام والقضاء لقد تم الاهتمام بها أولى بشكل خاص وهم جميعا ممن بايعوا جولن بحلف اليمين لسيما الذين قاموا بالانقلاب ما محتويات هذا القسم الغليز؟ يقسموا على الولاء لجولن ويحلفوا بالطلاق الأبدي لزوجته إن خان قولن إنه يجبرهم على القسم بالطلاق طلاق إذرنا يمين أدئوه والذي يخالف أو يخرج من الجماعة مثلك هل يتعرض لعقوبة؟ بسيكولوجيك جزاة بارشت او جنة قدر جورشتين انسانلين هش برسي سنة جورشمي نعم هناك عقاب نفسي فكل الأشخاص الذين تعرفهم يتنكرون لك ويقطعون كل صلاتهم بك وتواصلهم معك كما أن العائلات تتفكك بالطلاق وإذا كانت المرأة عضوا في الجماعة وقريبة من قولن يأتيها الأمر بأن تطلق زوجها بشكل مباشر وهناك أصدقاء عاشوا هذه التجربة المريرة وأنا شخصيا طلبت من زوجتي أن تطلب الطلاق مني لكنها رفضت ولذلك فإن عائلتي لازالت قائمة والحمد لله كما أنهم يمارسون الضغوط النفسي على الإنسان من خلال معرفتهم بعائلته ما هي طبيعة الضغوط؟ اضرب لنا مثال بنفسك أيضا ما هي طبيعة الضغوط التي تعرضت لها؟ أنت وأنت كنت أحد المقربين جدا من فتح الله قولن لقد فاجأني قولن قبل ذهابه للولايات المتحدة بأن الجماعة تتنصت علي منذ خمسة عشر عاما وقد مر على هذا الأمر الآن 32 عاما وهم يتنصتون على هواتفي وبيتي هذا ما قاله قولن لي كنوع من الضغط عليك أنت؟ طبعا هذا ضغط علي وعلى عائلتي يتنصتون على هاتفي وهاتفي بيتي يعني أنت نائبه وهو يتجسس عليك يطلب من عملاء آخرين أو من أعضاء آخرين يتجسسوا عليك؟ طبعا وينقلون له المعلومات؟ وقد قدم لي مبررا على هذا الأمر حيث قال لي إنني من أوائل الموجودين داخل الجماعة ولا يجوز لك أن تقع في أخطاء لذا فإنني أقوم بالتنصت عليك حتى إذا وجدتك قد وقعت في أخطاء أنبهك إليها وحينما بدأت أعارضه بشكل علاني بعد محاولة انقلاب السابع عشر من كانون الأول أصبح يمارس الضغوط المباشرة تجاه عائلتي حيث أرسل عددا من نساء الجماعة للضغط على زوجتي حتى تطلب الطلاق مني وقد رفضت زوجتي وهذا ما أدى للحفاظ على بيتي يعني أنا أريد أسألك أيضا سؤال مهم كيف يسيطر على الناس ويحولهم إلى شبه عبيد له وللتنظيم يأخذون هؤلاء وهم أطفال في أعمار صغيرة بين 12 و 13 عاما يتم أخذ هؤلاء في هذا العمر ويقدم لهم قولن كرجل عظيم ومن خلال العبارة التي أشرت لها من قبل وهي أن قولن يتحدث من الله فإن هذا بالنسبة لطفل صغير أمر كبير جدا وخارق وإن اعتقد الطفل في ذلك فإنه يرتبط به رباط أبوي دائما ومثل هذه الكوادر هي التي تجد طريقها للتقدم والارتقاء داخل الجماعة كما يتم مساعدتهم في الحصول على الوظائف المميزة أما الذين يبايعون قولن دون أن يحرفوا له فلا يمكن أن يصلوا للمراتب العليا في الجماعة أو يتم مساعدتهم للحصول على الوظائف المميزة في الدولة تقارير كثيرة قالت أنهم اختاروا المدارس للتجنيد والتخطيط والسيطرة وأنهم كانوا يعطون الامتحانات والإجابات لطلبتهم حتى يصبحوا هم المتفوقون ما دقت هذه المعلومات؟ طبعا مسألة أنهم سرقوا أسئلة الامتحانات سمعتها أنا فيما بعد بعد وصولها إلى وسائل الإعلام ولو كنت سمعتها من قبل لكنت عارضت ذلك الأمر في حينه لا يمكن أن احتمل هذا الظلم وأذكر أني حينما سألتهم عن سر هذه النجاحات لطلبتنا قالوا إن المعلمين يعملون كثيرا ويهتمون بطلابنا بشكل فردي ولهذا السبب فإن طلابنا كانوا متفوقين هكذا كانوا يجيبون على تساؤلاتي لكن هناك أيضا كواجر من أفراد الجماعة يعملون في المدارس الحكومية حيث بدأ أفراد الجماعة في التغلغل داخل المدارس الحكومية في التربية والتعليم في عام 1974 وأذكر حينما سألت قبل عشرين عاما صديق المسؤول عن التعليم داخل الجماعة عن أعداد المدرسين التابعين لنا داخل التربية والتعليم ذكر لي عددا للمعلمين يقدر بالأعداد التي طلت الآن من الوزارة إنهم حافظوا على نفس العدد حتى الآن وهذا يعني أن التربية والتعليم لم يتم تطهيرها بالكامل من أنصار قولن حتى الآن كيف تنظر لمستقبل تركيا الآن؟ تركيا شوف بيك ببادرة يا الطط لقد تمكنت تركيا من تجاوز عقبة كبيرة لكن هذا الأمر كان صعبا إلى حد كبير فإذا قامت الدولة وعلى رأسها رجب الطيب أردوغان وأصرت على تصفية الجماعة من الدولة فإنها سوف تنجح إن عملت على ذلك لكن هذا الأمر بحاجة إلى مدة بين ثلاث وخمس سنوات وبعد ذلك نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى بر الأمان لكن وضع تركيا الآن صعب لأننا نقوم بإعادة بناء الدولة من جديد فهذه الكوادر التي يتم إبعادها يجب أن يتم وضع كوادر جديدة مكانها وأكبر جريمة ارتكبتها جماعة قولن أنهم سيطروا على المناصب العليا ومنعوا الآخرين من الوصول إليها وحرموا الآخرين من الحصول على هذه التخصصات لذلك نحن نبحث الآن عن أشخاص متخصصين جاهزين لهذه الوظائف وحينما ننجح في هذا الأمر من الممكن أن نقول إننا وصلنا إلى بر الأمان سيد لطيف أردغان كاتب السيرة الزتية لفتح الله قولن ورفيق ضربه لأربعين عاما أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم أملين أن كنا قد قدمنا لكم صورة عن تلك الجماعة الغامضة وهذا الشخص الغامض فتح الله قولن في الختم أن كل لكم تحية تفريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا